إذن مشاهدين سنتحدث بعيدا عن الطبيعة وبعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ليس بعيدا عن واقعين عند الحديث عن السينما والدراما المستقلة فإن أول ما يسرده المختصون في المجال هو العقبات التي تواجه هذا القطاع على الرغم من أن لها محبيها ومهرجناتها كذلك وبرغم من هذه العقبات المادية المتمثلة بنقص التمويل والمعنوية المتمثلة في صعوبة استقطاب الجمهور العام يصر صانع هذا النوع من الفن على الاستمرار والسير قدما وراء شغفه من أحدث هذه التجارب الشبابية المستقلة فيلم نكسة الروح الفيلم حاز عدة جوائز في مهرجنات مختلفة ورشح لجوائز في مهرجنات أخرى على مستوى التمثيل والتصوير الفيلم يناقش القضية الفلسطينية من خلال حياة الجدة التي تعود مع حفيدها إلى إحدى المدن الفلسطينية بعد زوال الاحتلال لتجد منزلها كما تركته تماما وتأخذها الذكريات إلى عام 1967 حيث تتذكر اللحظات الأخيرة التي قضتها في المنزل لتجد في هذه الذكريات ما لم يكن متوقعا الفيلم من إخراج سائد عروري ومن بطولة إسحاق الياس ونيبال العوضي ومنذر ريحانة ترجمة نانسي قنقر وللحديث أكثر مشاهدين عن هذه الإيقونة الفنية ينضم إلينا صانعها ومن عبر الإنترنت من عمان ينضم إلينا المخرج سائد عروري كما تنضم إلينا الممثلة نبال العوضي مرحبا بكم سيد سائد وسيدة نبال بداية نريد أن نتعرض إلى أكثر العوائق أو أبرز العوائق التي تواجه الشباب عند صناعة أي فيلم أو دراما أو سينما أو عمل سينمائي بشكله المستقل مرحبا بكم عزيزي المشاهدين تحية لقناة الجزيرة على هذه الاستضافة أهم عائق بواجهنا كصناعة أفلام في هذا المجال للسينما المستقل هو العائق المادي الذي يوفر لنا الإمكانيات لأننا نستطيع أن ننتج هذه الأفلام على مدار السنة وبالتالي نكون دائما مستمرين في الصناعة إضافة لذلك أن العائق الآخر هو الجمهور أن صلاة العرض ليست متوفرة بالكم الكبير أنك تنتج الفيلم وبالتالي الجمهور دائما مستمر يذهب للسينما ويحضر هذه مشكلية دائما توجهنا كصناعة أفلام لو تحدثنا عن إقبال الشباب على تعلم الإنتاج وبالرغم من وجود هذه العوائق هل هناك إقبال من فئة الشباب على هذا النوع من أنواع لنقول المهن والتخصصات بالتأكيد طبعا والإقبال في الأول الأخيرة تقريبا من حوالي سبع سنوات بدأ يزداد بشكل كبير وحتى آخر سنتين أو ثلاثة عدد الشباب بالكليات المختلفة بالأردن بشكل عام عم تقبل على هذا النوع من الفن الراقي بسبب أن الكل عنده طموح أنه يوصل أفكاره وإبداعاته للعالم بشكل عام بالعكس وهذا أصلاً يعطينا مجال إحنا كمان يكون لدينا إبداع بزيادة سيدة نبالة العواضي حدثين عن مشاركتك في فيلم نكسة روح الحقيقة يعني المشاركة مع هذول الطلاب أنا يعني بطوع مع طلاب الخرجين سواء مشاريع تخرج أو يعني بتكون عليهم مؤجبات يقدموها بحلق يعني أنا طول عمري كنت أحب أو حلمت أني أشتغل ورا الكاميرا خلف الكاميرا بس مع الشباب هذول والصبايا بحلق معهم عن جد لأنهم بمسوا قضايا بتخص المجتمع فعلاً منها توزيع الأرض بين الأبناء قانون 308 اللي كان عندنا معاقبة المغتصب وهذه الأساس نكسة روح طبعاً توجت كل إذن الطرح الجريء للشباب ربما قد يعطي صورة أخرى أو زاوية أخرى للسينما غير السينما الاحترافية التي تعودنا عليك على مشاهدتك فيها أو الدراما الاحترافية التي تعودنا على مشاهدتك فيها صحيح صحيح طبعاً أقولك أنا كثير مقلة بالإنتاج الخاص ودائماً بنتهز أي فرصة أن أقدم مع الطلاب هذول الأشياء فيه فيلم عملته تأثير الحرب على الناس يعني هناك مشاركات واسعة سيدة نيبال وبحكم خبرتك وبحكم معرفتك الطويلة في هذا المجال هل برأيك يعني القصة القصيرة أو الفيلم القصير له وقع أكبر على المشاهد من الفيلم الطويل وربما الرسالة تؤثر أكثر من الفيلم الطويل؟ بالضبط برأيي أنه لأن الناس ملولة هلأ والإقاع سريع إقاع الحياة فبدأهم شيء مختصر وبالسينما كسينما هي الصورة الحوار يكون كثير بسيط لكن الصورة إيش بتنقل فعشان هيك أنا برأيي أنه فعلا بين القضايا بشكل كتير أسرع وأحسن وأوقع طيب سيدة حروري حدثنا عن هذا الفيلم تحديدا الظروف التي تم إنتاجه فيها وما الذي حققه من انتشار الجوازة كذلك التي حققها أو حصل عليها إلى أي مدى هي معيار لنجاح مثل هذه الأعمال المستقلة؟ يعني الفكرة بدأت من شغل كثير بسيطة أنه إحنا كانت الفكرة أنه بدنا نشوف كيف لو امرأة كبيرة بالسن أو شخص بيحب يعيش آخر 24 ساعة في يوم الأخير إيش ممكن يصير معه؟ إيش ممكن يتخيل؟ وطورت الأحداث من خلال السكريبت والبحث في السيناريو بشكل عام ومع التعاون مع بعض من أصدقائنا المقربين مننا حتى قدرنا نوصل للقالب الأخير للفيلم الفيلم حصل على عدة جوائز هو أول ما رحنا رحنا على دولة نيجيريا وأخذنا جايزة من هناك أفضل إضاءة وتصوير شفنا كيف تأثير الفيلم فعلا أنه الناس حبت الفكرة وحبت نكسة روح لأنهم استمتعوا بالفيلم وهذا أعطانا كمان دافع أنه نستمر بتوزيعه بشكل شخصي كطلاب من خلال دراستنا إضافة لذلك الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم طلابي من كالكوتة من الهند وهذا مهرجان كثير مهم بالنسبة لنا لأنه ربط الفيلم بموقع الـ IMDB بشكل مباشر لأنه يعتبر معتمد المهرجان لدى الـ IMDB وبالتالي أعطى لفيلم نكسة روح قوة إضافية للقوة الموجودة أساسا ومؤخرا أخذ من مهرجان تهراقه في السودان جائزة أفضل إضاءة وتصوير وجائزة أفضل ممثلة أيضا كذلك بشكل عام طبعا كل الممثلين هم الثلاثة مبدعين الأستاذ إسحاق الياس وستنيبال والأستاذ مصطفى خليل منذر مصطفى خليل وبالتالي البوتقة التي طلع فيها الفيلم كانت مبدعة وأيضا يترشح لخمس مهرجانات للنهائيات فيها من ضمنهم مهرجان كرامة لحقوق الإنسان الذي كان مؤخرا في عمان سيد سائد بالحديث عن هذا المجال وهذه الصناعة التي تكون فردية بالفعل دخول هذا العالم وتعلم هذه الصناعة هل هناك توفر لنقل في بيئتنا العربية وفي بلادنا العربية لمهارات تعليم المونتاج تعليم كل هذه المهارات نحن لا نرى الفيلم فقط ممثل ومخرج هناك العديد من الأشخاص من يعملون على إنتاج الصورة النهائية هل تتوفر هذه الخدمات في وطننا العربي كتعليم؟ طبعا في وطن العربي بدأ من مؤخرا من حوالي عشرة سنوات تبدأ هذه الصناعة تنهض تدريجيا وبشكل مستمر مؤخرا عندنا بعمان بدأت في صناعة سينمائية في بعض المعاهد في بعض الكليات وخصوصا نحن الكلية ندرس فيها الكوية أسترائيل الإعلام فيها تتعلم طبعا صناعة الفيلم كلياته من لحظة الكتاب إلى السكريبت التصوير والمونتاج وطبعا بالنسبة لنا أنا كفني محترف بالمونتاج بالنسبة لنا المونتاج يعتبر أهم مرحلة بصناعة الفيلم لأنه من خلال المونتاج بتعيد رواية القصة بتعيد رواية الأحداث بتشوف وين الأشياء التي ممكن أنت تستغني عنها أو الأشياء التي تخلي في قوة الفيلم يطلع بشكل أفضل وعدد طبعا الناس التي تشتغل خلف الكواليس أكبر بكثير من الناس التي تطلع والأكيد أن مشاريع الشباب في هذا المجال في حاجة إلى حاضنة طبعا تدعمهم بما في ذلك الفنانين والمحترفين كما سيدة نبال العواضي الممثلة التي شرفتنا معنا نشكرها جزيلا على المشاكلة معنا في هذا الصباح وأنت المخرج سيد عروري حدثتمنا عبر الإنترنت من عمان طابة يومكما وبالتوفيق دائما إن شاء الله شكرا جزيلا لكم وبهذا الموضوع وصلنا إلى نهاية الجزيرة هذا الصباح غدا لقاء جديد نلقاكم في التاسعة صباحا السلامة